تعودت سارة منذ الصغر أن تساعد كل محتاج وتقضي له طلباته وفي صباها وعندما مرضت والدتها لم تتركها ساعة فكانت تعد لها الطعام وتقوم بإعطائها العلاج في مواعيده وتسهر على راحتها وظلت خدومة هكذا حتى تخرجت من التمريض ويوم تخرجها طلب منها والدها تخصيص بعض الوقت لعلاج الفقراء فابتسمت وأخبرتهما أن هذا حلمها وعندما عملت بالمستشفى كانت تمر على كل المرضى لتقدم خدماتها لكل من يحتاج إليها وعند عودتها لبيتها تسأل إن كان أحد بالحي يريد أي علاج وكانت تأخذ حقيبة بها معدات كاملة ومستلزمات طبية اشترتها بمالها الخاص لتخفف آلام كل مريض فقير أو أي أحد يتصل بها لتغيير جرح أو إعطاء إبرة حقا أو تجهيز عملية جراحية كل ذلك على نفقتها ودائما تقول لمن ينصحها بتوفير مبلغ لجهازها وزواجها وعدم تضيع وقتها دون مقابل الوقت الذي أخصصه لوجه الله يكون فيه كل الكرم من الله ولا تنسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وفي أحد الأيام وهي بالمستشفى تنتظر الطبيب الشاب يسري للدخول معه غرفة العمليات جاءت شقيقته وقالت لها بلغي أخي أني تركت بيت والدتي لعودة زوجي من سفره وهي الآن بمفردها وتشكو بعض الآلام وعليه زيارتها لأنه لم يزرها منذ فترة وعندما جاء الطبيب أبلغته سارة برسالة أخته وعندما وجدته لم يهتم أخذت العنوان وذهبت للأم بعد نهاية العمل وهناك قامت بمساعدتها بعد أن أخبرتها أن ابنها هو من أرسلها لأنه مشغول للظروف عمله وظلت طوال أسبوع تقوم بخدمتها بعد عودتها من المستشفى وفي يوم اتصلت الأم بابنها تشكره على اهتمامه وتخبره أن سارة التي أرسلها لها تعاملها كأحسن ما يكون وقد أحبتها كثيرا ففوجئ الدكتور يسري بكلام أمه وعرف مدى تقصيره في حقها ثم ذهب إلى سارة ليشكرها على كل ما قدمته لأمه فقالت له ما قمت به لا يمنع أبدا زيارتك لها فهي تشتاق إليك كثيرا بدأ الدكتور يسري يقارن بين ابنة مدير المستشفى التي تعامله بكل غرور وكبرياء كلما تقرب منها وبين سارة طيبة القلب التي لا يراها إلا وهي تخدم المرضى أو تصلي فرضها أو تقرأ في مصحفها ويحبها كل من في المستشفى لأخلاقها العالية وبعد المقارنة شعر بقلبه يميل إلى سارة كثيرا وعند زيارته لأمه فوجئ بها تعرض عليه سارة لتكون زوجة له فذهب إلى أهلها وطلبها للزواج وعندما فوجئت سارة بطلبه قال لها أقسم لك أنني الرابح فمن بأخلاقك وطيبة قلبك كنز لا يناله إلا من رضي الله عليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فتاة مسلمة عفت والتزمت بدينها وارتقت بأخلاقها فرزقها الله بتدبيره وقدرته بزوج مسلم وعندما حانت ساعة الزفاف دخل العروسان إلى منزلهما وقدمت الزوجة العشاء لزوجها واجتمع على المائدة وفجأة سمعها على المائدة وفجأة سمع الاثنان صوت قرع الباب فانزعج الزوج وقال غاضبا من ذا الذي يأتي في هذه الساعة قامت الزوجة وبقفت خلف الباب وقالت من بالباب فأجابها الصوت من خلف الباب سائل يريد بعض الطعام عادت الزوجة إلى زوجها وقالت له سائل يريد بعض الطعام فغضب الزوج وقال أهذا الذي يزعج راحتنا ونحن في ليلة زفافنا الأولى خرج الزوج إلى الرجل وضربه ضربا مبرحا ثم طرده شر طرده ثم خرج الرجل وهو لا يزال على جوعه والجروح تملأ روحه وجسده وكرامته بينما عاد الزوج إلى عروسه وهو في ضيق شديد من ذلك الذي قضع عليه متعة الجلوس مع زوجته وفجأة أصابه شيء يشبه المس وضاقت عليه الدنيا بما رحبت فخرج من منزله وهو يصرخ وترك زوجته التي أصابها الرعب من منظر زوجها الذي فارقها في ليلة زفافها ولأنها مشيئة الله فقد صبرت الزوجة واحتسبت الأجر عند الله تعالى وبقيت على حالها لمدة خمسة عشر عاما وبعد هذه المدة وتلك الحادثة تقدم شخص مسلم لخطبة تلك المرأة فوافقت عليه وتم الزواج وفي ليلة الزفاف الأولى اجتمع الزوجان على مائدة العشاء وفجأة سمع الاثنان صوت الباب يقرع فقال الزوج لزوجته اذهب وافتح الباب قامت الزوجة ووقفت خلف الباب ثم سألت من بالباب فرد من خلف الباب قائلا سائل يريد بعض الطعام فرجعت إلى زوجها وأخبرته بما يريد السائل فرفع الزوج المائدة بيديه وقال لزوجته خذي له كل الطعام ودعيه يأكل إلى أن يشبع وما بقي من طعام فسنأكله نحن ذهبت الزوجة وقدمت الطعام للرجل ثم عادت إلى زوجها وهي تبكي فسألها ماذا بك لما تبكين ماذا حدث هل أخطأ السائل في حقك فأجابته والدموع تفيض من عينها لا ولكن هذا الرجل الذي يجلس على بابك ويأكل من طعامك كان زوجا لي قبل خمسة عشر عاما وفي ليلة زفافي منه طرق سائل بابنا فخرج زوجي وضرب الرجل ضربا موجعا ثم طرده ثم عاد إلي متهجما ضائق الصدر ثم أظنه جن أو أصابه مس من الشياطين فخرج هائما لا يدري أين يذهب ولم أره بعدها إلا اليوم وهو يسأل الناس فانفجر زوجها باكيا فقالت له ما يبكيك فقال لها أتعرفين من هو ذاك الرجل الذي ضربه زوجك إنه أنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فتاة في الثلاثين من عمرها لم تتزوج ولكنها الأكثر عشقا للأطفال من بين كل الناس تعلق بها أولاد إخوتها أكثر مما تعلق بأمهاتهم لطيبتها وحنانها وعطفها عليهم وحلمها وصبرها عليهم بابتسامتها التي لا تفريقها كل ما كانوا معها هذه الفتاة وبدون أن تشعر كثيرا ما كانت تلاعب طفلا تحمله أمه في السوبر ماركت ولها قدرة عجيبة في إضحاك أي طفل يبكي أو يتعب أمه ويوميا تملأ حقيبتها بالحلوة وتوزعها على كل طفل يلعب في الشارع أثناء ذهابها وعودتها وأيضا عند عودتها تقضي يوميا أكثر من ساعة مع ابن صديقتها الطفل يتيم الأب تحاوره وتداعبه وتطمئن عليه ثم تعطيه طلبه الذي طلبه منها بالأمس لم يكن يشغلها الزواج والفستان الأبيض في حد ذاته وإنما كانت تتمناه فقط من أجل إنجاب طفل يقول لها يا أمي وليس عمتي أو خالتي في أحد اجتماعات العمل ووقت الاستراحة أخذت مديرتها تتحدث معها ومع زملائها وتقول باستعلاء شديد آخر عمر لزواج البنت هو 27 عاما لأن فرصتها في الإنجاب تقل ولو أنجبت ستكون أما عجوزا لقد زوجت ابنتي قبل أن تصل للخامسة والعشرين من عمرها ولم أكن لأسمح لها أن تتأخر للثلاثين مثلا كان الزملاء وأكثرهم من الرجال ينظرون للفتاة بحرج وحاولوا تغيير الحديث مع المديرة لكن المديرة أصرت على كلامها وتجاهلت تماما شعور الفتاة وكأنها تقصد تجريحها رغم معرفتها بأن هذه الفتاة رقيقة وحساسة جدا ولا تعرف الرد على مثل هذا الكلام لذلك فضلت الابتسام حتى لا يخونها إحساسها بالمرارة ويخرج أمام الجميع بكاء وانهيار لقد عادت هذه الفتاة في هذا اليوم لبيتها حزينة فتوضأت وصلت ثم أخذت تدعو الله بدموع عينيها وترجوه أن يخفف عنها حزنها وبعد أسبوع واحد جاءت صديقتها والدة الطفل اليتيم تخبرها بأن شقيقها الطبيب يريد أن يتقدم لها وأنه قد أعجب بحنانها وعطفها وطيبتها التي لا حدود لها وسيكون أسعد يوم في حياته إذا وافقت على الزواج به فوعدتها بالتفكير في الأمر بعد أن غادرت صديقتها البيت سجدت الفتاة لله شكرا وشعرت أن حلمها بإنجاب طفل سوف يتحقق وتمت خطبة الفتاة للطبيب وبعد خطبتها غابت مديرتها ثلاثة أيام عن الحضور للعمل وعلمت أن ابنتها التي تزوجت منذ ثلاثة أشهر تم طلاقها فحزنت الفتاة كثيرا عادت الفتاة إلى بيتها وبعد صلاتها للمغرب فوجئت بمديرتها تأتي لبيتهم بدون ميعاد سابق وإذا بها تبكي وتعتذر للفتاة لأنها جرحت مشاعرها وتطلب منها أن تسامحها لأنها تشعر أن ما حدث لابنتها كان بسبب حديثها السيء معها ابتسمت الفتاة لمديرتها وقالت لها لا أحمل لك إلا كل الحب ولكني تعلمت منذ صغري أن كسر القلوب يسبب ألما كبيرا للناس وأن من يحقق نجاحا لم يحققه غيره فليس هذا بسبب ذكائه أو قدرته الفائقة وإنما حدث بتوفيق الله تعالى على أن يعطي النعمة للآخرين ويحرم منها من استعلى وتكبر فرفقا يا سيدتي بالقلوب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر